السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم حبيبي و قناة ومشاهد وطيرها النهاردة بإذن الله معنا خلطة جبرة جدا للطيور بتاعتنا لجميع انواع الطيور ممكن تحط منها جيرة عناشف وممكن كمان انك انت تضخ منها لطيور بتاعتنا بصوا جميلة جدا جدا بس تعملها بقى الاسنين كتيرة جدا لطيور بتاعتنا كبيرة وصغيرة بس بس تعملها لطيور الصغيرة من اول شهر ونصف او شهرين ببدع ان انا اكلهم منا تعالونا عبعد نتشوف الفيديو النهاردة بسم الله مشاو الله زي ما حضراتكم شايفين البط الخليط المسطوفي والخليط وكمان البط البرد اكسم بالله حاجة كده في منتهى الرواع دوك كده فطر ليهم يعني بسم الله مشاو الله ايه الخلطة بتاعتنا اللي احنا هنعملها النهاردة هنشوفها دلوقتي والناس كتيرة جدا 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 سألتنا عليها بس حب اقولك لو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت انزل تشترك فيها وتفعل الجرس وكمان ما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم من قناتكم جزاك الله كل خير معنا هنا شكارة العجيارة ناس كتيرة جدا سألتني ولس لحد الان في ناس بتقول لي يا مشاهد فين شكارة العجيارة معطيش بتشتغلي بها ليه لما اشتغلنا بها فترة طويلة في ناس قالوا لنا احنا من نشتاقينها ممكن تنزلنا خلطات كبا بديلة عن العجيارة نزلت لكم كذا خلطة على القناة وارجعنا تاني له العجيارة اها بسم الله ما شو الله جميلة جدا 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 دي اسمها خلطة حمام سوبر حتى انتوا لو تلاقيتوا هتلاقي مكتوب عليها عجيارة ا هو تكون ربع احمر مكتوب عليها عجيارة هي اسمها كده تمام ومكتوب عليها كمان خلطة حمام سوبر مكونة من ايه العجيارة ده يا بنات مكونة من كسر الرز والردة والدرة الصفرة وكمان نسبة من العليقة تمام عاوز اقول لكم الشكارة بتاعتها دلوقتي تقريبا بتلتمية واربعين جنيه او تلتمية واربعين جنيه خلاص جميلة جدا 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 هتغنيك ان انت تشتري اي نوع اعلاف هتغنيك ان انت تشتري درة هتغنيك ان انت تشتري كزب هتغنيك ان انت تشت ان انت تستعمل حاجات كتيرة جدا جدا ديت هتستعملها الوحيد لو انت هتستعمليها على الناشف هتستعمليها على العيش فقط العيش فقط عيش مابلون وهتحط عليه كمية اللي انت هتحتاجيه منها وهتأكل الطيور بتاعتك باسم الله مشاء الله عاوز اقول لك ان ممكن كمان الطيور ان انت وقبة واحدة بس في اليوم هتخلي الطيور عندك هتقعد طول النهار على الوقبة دي بس تكون وقبة مشبعة بحيس ان هم يكلوا ويفيد معهم كمان ات لو هم اجعوا في اي وقت هيكلوا منهم وزي ما حضراتكم شايفين احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا لكل متابعينا واخواتنا اللي على القناة كل الناس الجميلة الناس المتابعين المحترمة اللي بتخش تكتب تعليقات اه كويسة جدا 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 ربنا يبردتوكو يا رب عاوزة كمان اشكر كل الناس اللي كمان اللي انا كنت سألتها سايب الفراغ برا ولا اصيبها جوة ولا اعمل ايه دولوني اعمل ايه الناس كتيرة جدا كتبت لتعلاقات وقالت لعالة حلول كتيرة جدا 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 جزاهم الله كل خير ان شاء الله كده يقعد لك في ميزان حساركو بازن الله اه طبعا بصوا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا ناكله طيور بتاعتنا ونوفر بقدر الامكان في استهلاكة العلاق طبعا اللهم مستعاني يعني اشكرات العلاق في الوقت عاملة الف ومتين وحاجة فطبعا مش كل الناس هتقدر ان هي اه هتربي بالاعلاف ومش كل الناس برضو هتأكل علم وفي اللي هو اللي هيقدر اشتري خلطة وفيه برضو فيه ناس برضو تانية مش هتقدر ان هي هتشتري الخلطات بتاعت الطيور فبسم الله ما شاء الله يعني احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجمع خلطات مبسطة اه بدون اعلاف اه بدون خلطات كتيرة جدا طبعا الناس كتيرة جدا بتستعمل خلطات البط زي الدرة وزي الكسب وزي حتى الفول او سن الفول وزي كمان العلف او العليقة طبعا الحاجات دي كلها غلية يعني انت لو انت عندك شوية البط عشان تعلي فيهم مش هيقضيك كل اسبوع اقل حاجة الف جنيه خلط البط علشان تأكل البط معاك وهيشبعه تمام كده طيب هنعمل ايه مفيش قدامنا غير حلين اتنين هما ايه الحلين يا اما هنأكل خضرة وعيش يا اما هنأكل عجيرة وعيش يا اما هنستبدل اي حاجة من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها في قلب الخلطات وهنأكلها كبديل للعرف زي ايه زي الفول سن الفول ده يا جماعة واحد الفول ده هو الجميل جدا 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 ده الطيور بتاعتنا كمان في نسبة بروتين عالية وكمان عاوز اقول لكها لحاجة اه الدرة العوجة اللي هي الدرة بتاعت الحمام لو انت اخدتيها احطتيها في وسط الاكل بتاع البطة او في وسط الاكل بتاع الفراخ البلدي اقسم بالله هتخليلك الدنيا هتمليلك الدنيا من هنا ينابير لان الدرة العويجة بتاع الحمام هي الكور الزغيرة دي عاوز اقولكو دي اتفاها نسبة بروتين عالية جدا جدا للطيور والبط والفرخ والكل حاجة يعني مش عشان هي خلطة حمام او هو مسلا درة عويجة بتاع الحمام ان احنا نستعملها للحمام بس لا عاوز اقولكو كمان ان الشكورة اللي انا كنت بجيبها اللي كان فيها الشعير وكان فيها الغلة وكان فيها الدرة وكان فيها نسبة من العلف كانت فيها نسبة من الدرة العويجة بتاع الحمام دي ات اهم حاجة على فكرة لو انت عاوز اتاخد انتاج بيت كويس جدا عند البط او عند الفرخ او عند الرومي اعمل الخلطة دي جميلة جدا 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 كمان في ناس سألوني قالوا للمشاهد الرومي بتاعنا احنا من نشعر في ان اكله او بصراحة او احنا اول مرة نردوه وخايفين اكله لا اكل الرومي كل حاجة مدام عدة معاك الثلاث شهور اكل كل حاجة ممكن تحطولي بوايا اكل بيت على عيش على نسبة من الدرة بس اهم حاجة ان انت تحطولي نسبة من العلف علشان خاطر الرومي بيحب ميبقى عاوز نسبة بروتين ممكن ان انت مسلا تسلق له بطاطس وتحطها له ممكن من فترة للتانية حتى لو هو كبير ممكن برضو ان ان انت مسلا يوم كده مسلا اقولك بس يعني يوم مسلا كده او يومين في الشهر ممكن ان ان انت مسلا حتى لو انت هتسلق بطين اتنين وهتقصرهم في وسط الاكل وهتدهم هيددلوا نسبة بروتين هيلة جدا 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 واتخلوا الرومي يقف على حيله كده وهتلاقي الشد مش هيجيله لنين عظام ولا هيجيله بساح ولا هيجيله اي حاجة اهم حاجة التغذية استليمة سمعت ناس كتيرة جدا قالت الخضرة بتجيب اسهال خضرة بتجيب اسهال في حالة واحدة بس لو البط عندك او الفراخ عندك عندها اسهال مزمن واكلته خضرة كده هيجيله اسهال على طول انما طبعا احنا بندي في الاسبوع قبل كده اتكلمت مع حضراتكم في الموضوع دوت لازم في الاسبوع لازم تدي مرة او مرتين خل او خل تفاح على المياه ده بيقدى على جميع الاسهالات وبيقدى على جميع البكتيريا والفيروسات فلازم ان انت تدي الوجبة دي او تدي السقوة دي البط بتاعك او الفراخ بتاعتك من وهي صغيرة لحد لما تكبر مرتين على اقل في الاسبوع كمان تديها اا اللهم صلى على النبي تدي برضو البط والفراخ عندك من وهما صغيرين لحد برضو ما يكبروا حتى لو هتديها لهم مرة واحدة في الاسبوع صف وشتة اا بصل وطوم ده بيبقى جميل جدا 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 وفي ناس كمان سألوني البيض بتاع الفراخ بينزل بيضة برشت من غير اش طب احنا هنعمل ايه هتحط شوية ملح او معلقة ملحة 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 طعام اللي هو الملحة بتاعنا هتحط معلقة ملحة على الاكل بتاع الفراخ او البط بتاعك او تجيب فصين طوم وكل فرخة كده حطولها فص طوم فبقها المد التلاتي ايه بس هتلاقي بسم الله ما شاء الله الاشراب بتاعيتها الزبط وهتلاقي كمان بضط لك البيضة بتاعيتها كويسة وفي نفس الوقت الاشراب بتاعيتها مزبوط لو ناشفة ما عادش خلاص خالص البيضة برشت دي تنزل نهائي خلاص كده اه اسئلة كترة جدا بيجينا انا بحاول والله العظيم يعني دلوقتي معظم الفيديوهات اللي انا بنزلها برد على التعليقات وبرد على الحاجات عملي اني الناس بتسألني وبتقول لي صور يا مشاهده سأقول لنا الحاجات دي عاملة علشان نبقى قدامنا واضحة بس طبعا لما يجي لي سؤال زي بودة برشت انا ما عندش دلوقتي حاجة عندي في الفراخ او في الضط آآ بايت كده علشان اصور عامل ما اصور كده لما يكون عندي حالة مندي بصور وبنزل والله العظيم كل حاجة بتحصل عندي بصورها وبنزلها لحضراتكم تمام كده المهم طبعا قلعوا جايرة كويسة جدا 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 لو انت هتشتغل بها كويسة جدا المكونات بتاعتها برضو كويسة آآ 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 سأقول ان انت لو انت حتى اكلتها لهم ناية مفيش اي مشكلة بس لازم يكون في عيش مبسوس او عيش يكون عليه نسبة من المية وبعد كده تلف العجة يرع عليها وتقوم حطاها للبط بتاعك او للفراخ بتاعتك هتاكل وهتشبع وفي نفس الوقت هيفضل الاكل معهم في الحسيلة فترة طويلة يعني مش هتحتاج ان انت تأكلوا وجبة تانية غير كده كمان آآ ان هي جميلة جدا جدا وسعرها وغير كمان مكلفة يعني بصي هتستغني عن هي جواها الدورة الصفراء الدورة الصفراء طبعا بتمث للطاقفة جميلة جدا جدا وجواه كمان نسبة من النشا لان طبعا اللي هي الشيء اللي هو الحطة البيضة اللي بتبقى جواه دورة دية بتبقى جواها نسبة نشا جميلة جدا جدا برضو للبط والفراخ كويسة جدا تمام آآ الرضة جميلة جدا فيها نسبة الفيتامين للبط والفراخ آآ كسر الرز طبعا لاحن عنه